مصادرة ترسانة أسلحة بحوزة نازيين تقدر بالملايين إرشادات مكتب العمل الجديدة تشعل الجدل مع الشريك الحكومي الأخضر معهد فيينا للبحوث الاقتصادية يتوقع استقرار معدل النمو والتدخم وزيرة الاندماج النمساوية تلغي زيارتها لباريس بسبب الاضطرابات الأمنية شركة إستلانتس تغلق مصنع أوبل في فيينا وتؤثر على 300 موظف السجن والغرامة المالية لشرطي نمساوي أساء استخدام منصبه مشاهدين الكرام من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا اليوم وكل عام وحضراتكم بخير ضربت قوات الشرطة النمساوية نادي روكلوب بانتيتوس في النمسا واعتقلت ستة من أعضائي في عمليات تفتيش وصادرت مئة القطع من الأسلحة تم ربط نادي بالمشهد اليمني المتضرف وجمعية النازيين الجدد أوبيكت واحد وعشرين وقد عثر على أسلحة وورشة لتصنيع الأسلحة بقيمة تزيد عن مليون وخمسمائة ألف يورو النادي كان يخطط الإنشاء فروع في جميع أنحاء النمسا ورفع مستوى التسليح لأعضائه وتم ضبط سبعين بندقية ورشاش خارقة للدروع ومسادسات وستمائة شعار نازي وعشرت ألاف طلقة وكيلوغرام من الكوكاين موسيقى 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 أثارت إرشادات مكتب العمل الجديدة التي تركز على فئات معينة من الباحثين عن العمل الجدل من الشريك الحكومي الأخضر وقال مدير مكتب العمل يوهانيس كوبف أن الإرشادات تهدف إلى تعزيز التوظيف بين المناطق الإقليمية ومكافحة العمل الجانبي واعتبرت المعارضة ذلك مضايقة لأنها تهمل التفاصيل العملية فيما أكد كوبف أن AMS يعمل على تشجيع الباحثين عن عمل على الانتقال من الشرق إلى الغرب ويصر كوبف على ضرورة تحقيق الأهداف وتعزيز الوضع الحالي توقع معهد فيينا للبحوث الاقتصادية انخفاض معدل التدخم في النمسا إلى 3.8% و4% خلال العام المقبل وتوقع المعهد استقرار معدل النمو الاقتصادي عند 1.4% وانخفاض معدل التدخم في العام الحالي ليصل إلى 7.5% بعد تسجيل 8.6% في العام الماضي ومن المتوقع زيادة طفيفة في معدل البطالة فوق 350 ألف عاطل عن العمل في العام الحالي وأضاف المعهد أن معدل النمو الاقتصادي في البلاد سيكون بين 0.3% و0.5% ألغت وزيرة الاندماج النمساوية سوزانا راب زيارة لها إلى باريس بسبب الاضطرابات في العاصمة الفرنسية وقد تم إلغاء جميع المواعيد الرسمية بسبب الأزمة وعبرت الوزيرة عن استيائها من الأحياء التي يصعب زيارتها بسبب الاضطرابات وتستمر الاحتجاجات في باريس بعد إطلاق النار على شاب ووفاته وإعتقال 150 شخص وتعمل السلطات على استعادة الأمن والنظام في العاصمة الفرنسية والتي من المتوقع أن تشهد مواجهات جديدة نهاية الإسبوع مرحباً ويستطيلت للمشاركة استلانتس أعلنت شركة استلانتس عن إغلاق مصنع أبل في فيين أسبان بشكل دائم مما يؤثر على 300 موظف وقالت الشركة أنها ستوفر خطة اجتماعية للموظفين وقد تستغرق العملية عدة أشهر يذكر أن شركة استلانتس تركز على إنتاج علبة السرعة في فرنسا وتبرر الإغلاق بتحويل صناعة السيارات إلى الكهرباء ولا يوجد مواقع إنتاج أخرى لإستلانتس في النمسا ومستقبل المصنع البالغ مساحته 600 ألف متر مربع غير واضح أدين ضابط شرطة سابق بتهمة إساءة استخدام منصبه في فيينة وحكم عليه بالسجن لمدة 8 أشهر وغرامة مالية غير مشروطة كان الضابط قد اتهم واشتبهم به زورا تم اعتقاله في نوفمبر الماضي حيث قدمت الضحية مقاطع فيديو كدليل واعترفت الضابط بزنبه وأصدر القادي حكما بالسجن والغرامة مشيرا إلى الأضرار الكبيرة التي لحقت بحقوق الضحية وحرية الأفراد وسمعة الشرطة النمساوية وتم تبرعة المشتبه به بعض عرض الفيديو وعدم اعتراض ضابط الأمن وفعلا كم هي مصيبة أن يصبح ضابط القانون مسيئا له كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم كنت معكم أنا ممدوح مكين لا تنسوا تحميل تطبيق انفجرات على هواتفكم أمسي سعيدة إلى اللقاء اشتركوا في القناة